حاجة مهمة جداً يعني الحمد لله لما جينا انفردنا معاكم بالمريكاتو الصيفي وكنا متصدرين المشهد بإذن الله برضي أفلناه إحنا أصحاب الانفراد فأفلوا وإنما فيه صفقات جديدة من أهم الحاجات اللي قالها كلر بعد التدويج قال لك يا لن نضم أي صفقات جديدة فترة الانتقالات الحالية إلا إذا حدث ظرف طارق أو إصابة كبيرة لأحد اللاعبين ربنا يبعد عندك يا عم كولر أي إصابات وتبدع بقى في المملكة قرينة بقى وتلعب وتكسر الدنيا يعني خلي بالك الحمد لله كنا أول ناس قلنا على الصفقة الأخيرة وبعد كده كنا أول ناس قلنا أغلق الباب ولا يمكن بالمناسبة دي حتى ما عجبنيش أحد الزملاء اللي يعني كان يبرق نفسه يا عم أنت جبت معلومة سليمة يعني زمينا الأستاذ أحمد سعيد جاب معلومة سليمة أن الأهلي عيجيب فلاني الفلاني كانت المعلومة سليمة وقتها المهم تأثر ببعض الناس بهداء باقيه اللي أنا بنصح بي أحمد اشتري دماغك يا باش اشتري لا تهزأ أي حد يغلق فيك وتدينه بالجزمة لا تسكت زي أنا ساعة تهزأ أو ساعة تسكت على حسب مزاجي واخد بالك أنت فالمهم أحمد سعيد رحلت اللي قال لي جمال جبر وأنا ما قلتش كلام ألط ما يكنش صح منك يا أحمد الكلام ده يعني هو عتاب ما كانش طبما أنا قلت النادي الأهلي أفل باب السفقات وكل أرآن نأجل ليناير علشان خاطر نتأنى ويبع عندنا مزيد من التفكير ومزيد من المشاهدة حتى نجيب كواليتي أعلى هو مش عايز حد تاني وإحنا قلنا أن في فلان وفلان عييجي إحنا إعلاميين بتوع معلومات يا أحمد مش بتوع يوتيوبر وتكتوكر والكلام الفارغ يعني إحنا النهاردة بننقل حدث وريد يتغير بكرة أنا بصراحة يعني زعلت من موضوع أنك أنت تقول جمال جبر اللي قال لي والكلام ده كله أن جمال جبر راجل محترم وكونوا أنه بيتعاون معاكم هو ما بتعاونش معايا في أي معلومات فعشل كده أنا بتكلم عنه متجرد لا بيديني معلومة ولا بسأله في معلومة بالعكس أنا دايما وأبدا بني ما بين جمال عشرة سنين من تسعة وتمانين مش يوم ولا تنين لو اهتكت حاجة بكلمه لكن الراجل لا بيتصل يديني معلومة ولا يقول لي حاجة أنتوا في أوقات كتيرة جدا بتعملوا صدق وانفراد من تعاون الراجل معاكم وده مش عيب ده مش عيب بالمرة بس ما ينفحك حد يقضع والفلان قال لي يعني هذه السقطة تستوجب ملك الاعتذار واعمل زبط الزواجة شوية فالنهار ده السيد كولر قال لك لن نضم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية خلاص أغلق الباب وإذا حدث ظرف طارق أو إصابة كبيرة لأحد اللاعبين بس أنا عايز أخذ من كلام كولر هنا إياه أني شايف الفكرة عمل حساب كل حاجة طبعا إن شاء الله بإذن الله ما حدش يتصاب إصابة كبيرة ولا حاجة ولكن أنا بيعجبني كوانية المدرب اللي كل حاجة في حساباته كل حاجة في حساباته ما سيبش حاجة للظروف يعني حتى ما يحصل لهش تهنيجة زي الكمبيوتر كل حاجة بيتكلم فيها الراجل ده درس أنا بحب كولر